موسيقى موسيقى سلاماش نحوالكم ان شاء الله يارب تكونوا بكلكم بخير ومرحبا بكم مرة اخرى فيكم جينتي اليوم جيتكم بحويجة حلوة للسهرية كما تراوا ماشاء الله اعملتلكم وظنين القابي وإلا في بلايس اخرى يقولولها الدبلة ديجا بطلب منكم انتوما اطلبتوا مني الوصفة واكيد يلزمني اندللكم وجبتلكم الوصفة كاملة بمقادير مضبوطة وزيدة رساة سهلة برشا وبقدرة ربي تنجح معاكم من اول مرة كانكم اول مرة بش تجربوا الطريقة راي سهلة برشا جوزت شوية وصعبين لاكثر ولاقل زادة المكونات متاحها بسات على اللخر ما فيهم حتى شي بقدرة ربي متوفرين عندكم الناس الكل في دياركم وكما تراو ديجا الكعبات هذوما اخدمتهم لكليونت وعجبها على اللخر وجي ويسر يسر ابنين والطريقة هذي ديجا معتادة عندي ونخدم بها والكل يلا تو تابعوني للخر بش نواريكم طريقة التحبير وإكيد كنعجبكم الفيديو متنساوش تشجعوني بارش هجمات وتشاركوا في قناتي بش يصلكم كل جديدي اول حاجة بسم الله بش نبدأ نحضر العجينة متعوذ من القابي كما تراو هونيا فيش قيلة واسعة بش نحط كمية العظام به بالنسبة الكمية هذي ديجا كما تراو يعني اخدمتها كوموند والكل دونك كبيرة شوية حتيت ستك عبية عظام انتو ما تنجموها تحطوا نصف الكمية تلافك عبية عظام اكهو وتعملوا اشتر الكمية اللي بش نحطهم الكل هيكيك بقدرة رب تجيكم كمية لباس بها غير ايني يعني كما تراو يعني ما شاء الله اختمتها والكل دونك استحقيت كمية كبيرة هونيا على ستك عبية عظام حتيت زوز مغارف اكبار متع السكر وبش نحط عليهم شوية هيكيه متع ماء العطرشية وكمل زيتها حتيت شوية روح العطرشية لكن عندكم كما عندكم مش عطرشية تنجمو تبدل الكل تحطها جو فانيلي يعني تحطوا ساشي فانيليا وانتو ما اكيد المتوفر عندكم في الدارتس تعملوه هي البنة متاحة بالعطرشية وانتو ما كما قلت لكم تربطوش روحكم بحاجة معينة ما عندكم مش نجمو تعوضوه بالفانيليا هونيا كما تراو كملتا ضفتا كمية الزيت دي جاك تبتكن مقادير كل مضبوطة حتيت بضبط اربعة معا امغارف كبار زيت يعني زيت ناباتي وحليت اكل عظام بالباهي بالباهي بالفوية هيكيه كما تراو يعني خلطو مليح مليح لنتحل اكل عظام بالباهي بالباهي طاو بش نضيف كمية الفارينة بالنسبة الكل في الكل يعني على 6 كعبات عظام استعملت 550 جرام فارينة وانتو ما كم تستعملو 3 كعبات عظام اكهو تحطو 250-270 جرام انتو ما الفارينة تضيفو بشوية بشوية وطاو بش نكمل انضيف كمية الاخميرة خميرة مرتبات حتيت زوز مغارف صغيرات هيكي زوز مغارف امتاع خميرة وكما قلتو كمش تعملوا ديما نصف الكمية تحطوا مغارف ph dela يعني ديما نحبا هكيه ام تسهل عليكم الكل اكيد الهكاي يجيقو مصعيب عليه لخطرها كمية كبيرة شوية ديما هاني اقولتو كمش تعملو نصف الكمية حتي었 syllables و leaves with a half of water على نصف الكمية vienen للCUقيرة كما تراو نيا الفارينة أبقيت انظيفها بشوية بشوية كما يعني هيكاية حتى ريحت وكل يشبه شوية للبشكوت و بشكوت الدياري هيكاية وكل كما تروا بقيت اللم في العجينة متاعي بشوية بشوية لان تحصلوا على العجينة تكون يلزمها متماسكة اطريعة لخر وبالنسبة للعجينة هذه ما تتعجنش يعني من عجينة الخبز والكل بش نبقى اللم فيها بطريقة هذي كل مرة الرش عليها رشة فارينة ديما الكمية هذه هي الفارينة يعني الكل في الكل 550 إني استعملت 550 جراب كل مرة نظيفة كيكاية شوية فارينة ونبقى هكاية اللم فيها في الصحفة متاحة يعني ما نعجن هاش هكاية فبافية على وجق هكاية والكل اللمها في الصحفة متاحة لينسبون حسا ما عش تتلصق في ايديا كما ريتو هكاية مشيت اخسلت ايديا بش نفهمها يعني ما زالت تلصق ولا ولا لا وبقيت هكاية كل مرة نضيف الفارينة لينكملت الكمية الكل وبقيت اللم فيها بالطريقة هذي نعجن فيها وردوا بالكم تقطعوا هاشا على خاطر بعد وش تخدمها خدمة اخرى دونك كيم بش تقطعها متى نشحلكم مش البات والكل هذ هي دجا البات اللي تحصلت عليها كما تروا ما شاء الله ترية على الاخر سوبل سوبل على الاخر كما تروا ما شاء الله تو بش نقسمها ايه لنصفين هيكاية الكمية هيبية يعني كبيرة شوية وانتو ما كان بش تعملوا اشتر الكمية تخليها يعني كعبورة برك وبعد تخدمها يعني مرة برك توب ينصير بش نغطاها نغطيها بابيس وليفان وإلى هيكاية مستحسة تطافسها الشي ولا حاجة وبش نخليها هيكاية ترتاح اقل حاجة سويا من زماء راهي العملية الخمران مهمة على الاخر عليش نخليها ترتاح باش بعد بقدر تربيك كيف نجي ونحلو البا تتحلم عانا فاصيلا ومنا نلقاش يعني صعوبة والكل وين ترتاح وين خير وفي نفس الوقت باش نتعدى نحذر الشحور هونيا بالنسبة للشحور كما تروا في كسرونة حتيت 500 جرام سكر يعني رطي السكر باش نبفع ليهم 250 مليلتر ماء يعني كمية السكر اشتر متاحة نحطوه ماء وباش نعمل عليها عصرة قارس بنسبة القارس حتيت شتر قارس هكاية كما تروا نحاولو يعني نحيو اكله قلوب والكل وباش نخلط السكر متاعي ونخليوه يتيب على نار هادية دي ما ايني راوه بالنسبة للشحور الخفيف ما عنديش يعني ووقت معين ومعنديش عيني ميزاني اما كيف هي كي نحسو يبدأ يصفار ويتبدل لونه اكيد نحاجة نوصيكم عليها على نار هادية باش متحرقوا الكمش وبعد اكيد كيف يتيب انواريكم التكستير متاعو كيفاش يلزمها تكون ومجمرته يعني وماشاء الله دي جا هبية طريقة معتادة عندي ودجا ورات هي لكم قداش من مرة كيفاش يعني العملية صحيحة باش تعرفوا وقال لي يعني الشحور متاعكم طابوا الكل هونية بعد ما طاب الشحور متاعي كما تروا ناخذ هيكاية شوية نبردها بيديا وكيف هيكاية كيف نحسها صيحة هيكاية ولتنتحصل على خط متواصل سيبون يعني هذاك دجا الشحور متاعي طاب كيف طاب هيكاية وسبون هذيك دجا تكستيري زي مني تحصل عليها مش اكثر نزيدو مغرفة غليكوز كان عندكم اه كان ما عندكم مش هتنجموا تستغنوا عليه في الاخر زادة كملت حطت عليهم غرفة كبيرة امتع عطرشية ماء العطرشية هيكا باش الشح شحور متاعنا يجينا ريحتو ياسر فوحة وابنينا واكيد طاب بعد هكاية ما خلت اكل عطرشية ودخلت فيه الجليكوز والكل باش نطفي عليه ونخلي شحور متاعي يبرد في عقله سيبون هاذاكا دجا الشحور متاعي حاضر اتهنت عليه والكل وطاب رجعت بعد بالضبط سوية من زمان بعد ملع جينة متاعي ارتحت مليح مليح دجا ما شاء الله تريع على الاخر سوب الهكاية باش تتحلي معايا فاصيل مول كل حذرت دجا البلاسة اللي باش نخدم عليها كما تراوها كي الطاولة متاعي عبتها بنشاية راهي الورقة هاذية تتحل يعني حاجة مهمة يكون عنا انشاء اي عاونة باش البات تتحل معانا وتمشي معانا كما ورقة البريك المهدية وكما ورقة زادة البقلية والكل هونيا كما تراوها اختيت القلقال وباش نبقى انتبع فيها بشوية بشوية لين نحلها يعني نحلها بالباهي 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 بالنسبة لعملية تقلحة لين متاحها راهي يلزمها تكون رهيفة رهيفة على الاخر لين تولي ترانس وفي دجاع القاعة ومتاع الطاولة تتراب بالباهي بالباهي ببقيت هكاكا انحال فيها ووسعت بالي هما دجاع يعني فيما ناس كپنا او ناس اللي تخدم سيرته والكل في وذنين القاضي يستعملوا المكينة فيما لما هبك ايما ياملوا بها المقارونة يستعملها هكاكا اسرع يعني سريعا اكثر من القلقال والكل وانتما يعني اكا كان مع系 مش مكينة دجاع استعمل لها انا عملتا بادي وبادي ودييا ا土ما نخدمها دجاع بادياên والكل Octo اتحلها بالباهي بالباهي كما تراو هكاية تبقى و اتحلوا فيها لين يعني توصلوا بالحق يعني تولي ريفة على الاخر وتولي دجاء القاعة امتع الطاولة ترانسبرانت كل مرة هكاية نقلبها باش هكاية تتوعني العجينة وتمشي معايا والكل الرش عليها رشة امتع يعني انشاء ونبقى انحيل في الورقة متاعي حبيت نوريكم هونيا مشاء الله قديش اتحلت و قديش اتطوع العجينة بالحق يعني مشاء الله عجينة تعمل 66 كيف بالنسبة للعجينة هونيا ردوا بالكم تقطعوها شال مرحلة هاية كانت نجموا تعملها كيف هيكاية كان ما تعملت نجموش يعني ما كانت تخافوا يعني تتقطع لكم مش لازمة تبقى و اتبعوا فيها بالقلقال و كهو كما تراو مشاء الله هونيا بعد محليتها بالباهي بالباهي دجاء كما تراو في القاعة متاع الطاولة يعني ترانسبرانت على الاخر باش ننحي لجناب اكيد باش نعمل كعبات يبدأوا مستويين والكل بالنسبة لجناب اذوكم مش مش نفزدهما بعد باش نعاود هيكاية نشقهم و نخليهم هكاية مستويين و نخدمهم بعد تلكعبات كما تراو حتيتهم هكاية على جنب وبعد نخدمهم يعني ما نبقاش هكاية نعاود نعجن فيهم و الكل دجاء الكمية هاية اللي حلتها كما تراو هكاية الكل خدمتها يعني ما خلتش فاضل كونش هكاية شوي اجناب هكاية صغيرات و الكل و كما تراو هونيا اخذت السكينة متاع البيتزا هكاية هكاية طواني اكفر من السكينة العادية و اخذت مصرة و باش نقص هكاية شراءة طوال بالنسبة للشراءة نقصو نقصو بشوية بين هكاية 40-45 سنتيمتر يعني طول متاحهم باش نجينا الكعب هيكاية كبيرة و نجينا نفشف شو الكل و اخذت هكاية كما تراو فرشيتا دخلت يعني الورقة من اللوت هكاية عملت عليها طويتين على الفرشيتا دخلتها بين السنين متاع الفرشيتا تنواريكم بعد كعبة عن قرب هكاية و الكل و دجاء نكون في نفس الوقت سخنت الزيت بالنسبة للزيت يجب ان يكون سخون و يجب ان يكون بارد باش يعني الورقة التي بنا هكاية نبقى و انتبع فيها بشوية بشوية و يلزم الزيت يكون في كسرونة هكاية على خاطر باش نطيبوهم بالكعبة بالكعبة كمش نحطها في تاجين مهيش باش تعطينا منظر هكاية مزيان و الكل حاجتنا يعني كسرونة تبت صغيرة مليانة بالزيت باش يعني الكعبة تبقى تعوم في الزيت بالنسبة للطريقة التائل قليل بتاعها الكعبة هكاية دجاء يعني خدمتها كيا فيسا فيسا تنواريكم اكيد كعبات اخرين كيفاش خدمتهم كما تروا ماشاء الله راهي طريقتها ساهلة على الاخر نبقى الرولي مني هكاية ندور مني كل بارتي يعني نجي ندورها نخلاها هكاية في الزيت يعني نغطسها في الزيت يعني يعني يبشة طيب يعني ملجي هات الكل و طيب من الداخل و مطبقى الناشنية والكل نبقى و انتبعوا فيها بالطريقة هذي بالنسبة للتسكيره في الآخر هكاية كيف نجي و يعني انسكراها نحاولوا ننزلوا هكاية عجنب انتع الكسارونة باش ما تتحللناش نبقى و ننزلوا عليها هكاية و ناخد فرشيته اخرى و نحاول ننحي الكعبة من الفرشيته دجاء تتنحع فصيل ماء و الكل و توحب بيتها انواريكم كعبة اخرى هكاية عن قرب كيفاش خدمتها كما تروا كيفاش دخلت يعني الورقة بين يعني از السنين بتاع الفرشيته و نحطها هكاية في الزيت و بنبدأ هكاية مني نقلي مني ندورها كل مقبل ما نجي ندور يلزمني البرتيها بيكا نقلها بالباه بالباه هكاية كيف نحسات فشفشت و تقلات هكاية و طابت نبقى و هكاية ندوره كما تروا هكاية بشوية بشوية مني يعني نقلي البرتيها بيكا مني ندور الروليها و نحاولوا كيف الروليها ننزلوا شوية عليها باش ما تتتحللناش وتتهلكنا الكعبة و الكل نبقى نتبع فاهم البرتيات الكل بش تجينا طايبة من الداخل وما تجيناش هيكايا نية والكل نتبعها بشوي بشوي وبالنسبة المرحلة الاخرانية ها بيه كيما قلت لكم مرحلة التسكير كيف نجي نحي الفرشيتا ننزل على الجنب هذاك المحلول ونبقى اللسق فيه الجنب امتى على الكسرونة لين تشد روحها يعني كيما تراو ماشاء الله شدت روحها معاش تتحل ونخليها تكمل تتقليق وتاخلون مزيانة ما نطلعو هاش بيضا كيما تراو هكايا بدالونها ذهب هكايا والكل مش تبدأ يعني طايبة وزيد يجي هكايا تتقرمش ويجي يسر مزيانة حبيت هكايا نوريكم برشة كعبات كيفش خدمتهم دجا راهي الطريقة سيلة برشة جوست شوية صعبين لاكثر ولاقل بالنسبة للزيت تبقى وتزيدوا وتنقصوا كانت حسوا زيت تسخن هكايا والكعبة بش تغلبكم والكل تنقصوا شوية في الزيت يعني ديما بالنسبة للغاز متاعي بين ثلاثة واربع يعني الحرارة متاعو وانتوما كما تعرفوا يعني تزيدوا وتنقصوا في الغاز يعني تتحكموا باش الكعبة متتهلك الكمش وزيدة متتحرق الشايف برشة تبقى وتتبعوا هكايا باش جيكم طايبة وتجيكم اكعبات الكل كيف كيف نبقى نكمل في الكمية الكل كما تراو بنفس الطريقة وكما قاعدين تشوفوا ان شاء الله هتكون يعني العملية واضحة وان شاء الله هتكونوا افهمتوني وبالنسبة للورقة راهية ما شاء الله فيهن شي والكل ما شاء الله هذيك اللي عاون زيدة باش الورقة تجي مفشفش هكايا وجي مليانة يعني بالفقاقية وتجي ناجحة بقدرة ربي مية في المية وبعد ما نحكي لكمش قدش جيت تتقرمش جيست الله غالب يعني خدمة الناس ما نجمش نفزد هكايا ونوريكم كعبة هكايا كيفش مكسرة اما راهي ما شاء الله جيت راهي نوريسات ناجحة مية في المية وجي وكعبات يشره ومنقبل يعني نخدم ما فيها والناس الكل يعني اللي جرباها بالحق يرحمولي على والدية هذو ما دجاء الكعبات تالولينين اللي حذرتهم دجاء الورقة الولى لحليتها هذيكا طايحت للكمية هذي وما زالت لي يعني الورقة الثانية بعد يعني كيف نكمل نشحر الكعبات هذو ما نكمل الكمية الاخرى يعني والكل بهي بالنسبة للشحور هونية كما تراو الكعبات استقترتهم شوية قاعدو بردو شوية يعني استقترتهم الزيت هكايا والكل باش ما يقود يليش شاربين برشة زيت والكل ونرجع نسخن الشحور متاع دجاء يعني الشحور يعني يبرد فيسا فيسا رجعتها سخنت هكايا وعلى نار يبدأ هايدي على الاخر نبدأ نشحر فيهم دونك هما يعني الكعبات واثنين القاضي يبدأوا بردين وشحور سخون يعني مش من المزيت طول طول نحطهم في شحور كاك يجيونا ياسر شاربين عسل وشاربين زيت ويبدأوا مش بنانو دونك نستقترهم شوية من الزيت نخليهم يبردوا شوية ونسخن الشحور متاعي ونحط الكعبات تشحروا نشحرهم نحاولوا بالباه بالباه نعبيهم بالشحورة نوسعوا بيننا نخليهم اقل شي خمسة دقايق في وسط الشحور ونبقاوا كل مرة نهزوا بالمغرفة الشحور ونحطوا فوقهم والكل باش يجيونا مع عسلين من داخل ويجيونا شاربين عسلهم ووقفين على عسل متاحهم والكل نكمل هكاكا نشحر الكعبات الكل بنفس الطريقة وفي الأخر اكيد باش نعمل عليهم رشة امتع جل جدين هكاية تزيدهم هكاية بيننا والكل وكانت تحبوا زيتة نجمة وتعمل عليهم رشة بستاش لكم الاختيار بالنسبة لزينة زين وكما تحبوا تشتهاو وحبيت هكاية نعطيهم لمسة تونسية وتبدأ ريحتهم فيه حول كل زينتهم بالورد كما تراو ماشاء الله بشوش الورد هكاية يجيو كعبات ياسر ياسر مزياني وحبيت انواريكم زيدا انفاء اللي كعبات الاخرين اللي حذرتهم ماشاء الله اللي كعبات هذو ما جايون فيه شفشين اكثر على خاطر البات ارتحت اكثر يعني وين هذي البات الثانية اللي يعني حذرتها بعد والكل مشي تكملت حذرتها دونك الكعبات هذو ما حسيتم جاوني خير على خاطر ارتحت اكثر الورقة وكيف جيت نحل فيها ماشاء الله تحلت معي بالباية بالباية الخير والمرة اللي لا دونك يعني اذاك عليش قلتلكم وين تخليها ترتاح اكثر وين خير كيف كيف دجا بعد ما خلتهم بردو كملت شحرت الكعبات الكل وهكاية دجا انكم كملت الكمية الكل يعني الماشاء الله الكمية لحذرتها طيحت لي الخير والبركة ماشاء الله جاوا الكعبات ما نحكي لكمش على ريحتهم ريحت العطرشية تاغية هيكاية فيهم والكل وجاوا واقفين على العسل المتاحهم وبنين بنين على الاخر بالحق نتمنيكم اتجربوهم كيف كيف زادة حبيت ان زينهم هكاية رشا امتع جلجلين وزينتم زادة بالورد هكاية ملفوق والكل وهكاية دجا انكم يعني كملت الكعبات الكل وكهو هكاية دجا انكم وصلت معاكم لاخر الفيديو حبيت انواريكم كعبات هكاية عن قرب بعد ما بردو ما شاء الله كعبات هكاية شره واكل عسل المتاحهم ظهر على الاخر بالحق جاوا مع اسلين بالباهي يتقرم شو شو شين على الاخر البنة دجا تتكلموا حدا يعني من غير ما نقول ومن غير ما نحكي كما قلت لكم قال لغالب ما نجمتش يعني انكسر كعب هكاية والكل على خطرهم محسوبين وطوما بقالي كان قلكم بسلامة ان شاء الله يا رب تكون عجبتكم وصفتي لليوم وتجربها اكيد وكما العادة والعواية اللي جربت الرسيت متاعي نستنى ليروتور متاعكم على الباج انستغرام واستناؤوني ان شاء الله وبقدرة ربي في فيديو جديد بسلامة